كيف حالكم أصدقائكم تابعي قناة استثمر عقلك استمرار ارتفاع البيتكوين البيتكوين اليوم يحقق قمة 48000 شو المتوقع بالنسبة للبيتكوين كل هذا رح نناقشه بالفيديو إذا أقول مرة بتشوفني أتمنى منك تشترك بالقناة فعل زر الجرس حتى يوصلك كل جديد عملة كوتي أنا شاركتها معكم بالسابق على قناة التليجرام اليوم فقط الحمد لله حققت شمعة واحدة صعود بنسبة 50% شاركتها على مجموعة حيتان استثمر عقلك وأيضا شاركتها معكم على التليجرام العام أتمنى تكونوا استفدتوا ألف مبروك للأشخاص يلي احتفظوا بالعملة البيتكوين أصدقاء يوم أمس بفيديو يوم أمس شددت أنا لازم نراقب على اختراق 0.61 فيبوناتشي ده 0.61 والحمد لله مع بداية الاختراق شفنا ارتفاع قوي بالبيتكوين لحنا ارتفعنا بأكتر من 6% اليوم وللأشخاص يلي بتتابعني لأول مرة أنا هون نبهت على الصعود وحكيت لكم عندي أوردر في هالمناطق أيضا عند كسر المكسلس حكيت لكم أني متفائل بالصعود والحمد لله كانت توقعاتنا جدا صحيحة ومع كسر هالمنطقة هاي حكيت لكم في عنا احتمالية كبيرة الوصول للقمة السابقة والحمد لله لحنا اليوم قريبين جدا من القمة السابقة شو المتوقع بالنسبة للبيتكوين حاليا أصدقاء طالما البيتكوين على مناطق 45300 إذن الأمور إيجابية على المدى المتوسط يلي منتوقعه حاليا اللي اقتربنا بشكل كبير من مناطق الـ 48000 للـ 49000 مناطق لازم نركز على الحركة اللي رح تصير عندها شو هي الحركة اللي منتوقع أنه تصير عندها؟ هل لازم نشوفها النموذج هادا على فريم الساعة نكسرها النموذج هادا للأسفل ممكن يعطينا تصحيح طفيف لمناطق 46000 راقب هالمنطقة هاي عنا مناطق دعم مناطق 46000 في حال زار البيتكوين وارتد منها بقوة تعتبر فرصة مضاربة للأشخاص اللي ما عندهم مراكز بستوبلوز أسفل مناطق 45300 الحركة اللي ممكن يعملها البيتكوين ممكن بعد كسر مناطق 49000 يصعد عنها بشمعة للمناطق 49500 للـ 50000 ممكن يضرب هاي المنطقة كلها مستهدفة مناطق فيها سيولي جدا مرتفعة أمش شاركتكم بالسابق في عنا سيولي مناطق 50000 أكتر من مليار دولار في حال استهدفة البيتكوين قام بإخراج السيولي مناطق 50000 وعاد أسفل القمة أسفل الشمعة يلي عملناها هون ممكن نتوقع بدء التصحيح على البيتكوين غير هكا أصدقاء لحنا بحاجة لعودة قوية نفس العودة يلي صارت في هالمنطقة هاي نفس الحركة يلي صارت في هالمنطقة إذا صارت عنها بعد كسر القمة بهالمنطقة هاي راح نتوقع لحنا تصحيح أولى مناطق التصحيح ممكن نستهدف مناطق 45000 ثاني المناطق هي مناطق 42000 إذا لازم تراقب عند كسر القمة شو هي الحركة اللي راح تصير أما إذا عطاني البيتكوين ثبات على القمة السابقة هذا مؤشر على استهداف مناطق أعلى بالبيتكوين ممكن توصل لمناطق 52000 إذا منشوف على الفريم الأسبوعي أصدقاء المنطقة اللي حددناها كمقاومة أسبوعية هي مناطق 47000 من 47000 لل 46900 إذا البيتكوين أغلق هالأسبوع على هالمنطقة هاي أمور جدا جيدة راح نستهدف أولى المناطق هي 5000 لل 51800 هاي المنطقة كلها مستهدفة بالنسبة للبيتكوين في حال حافظنا على الأقفالات على مناطق 47000 هل بنصح بالدخول أنا حاليا بالتأكيد دائما رأيي أصدقاء لما بتشوف اللون الأخضر بالسوق اللون الأخضر هو البحث عن مناطق لجني الأرباح وانتظار اللون الأحمر للأسف الأشخاص اللي ما أخذوا زمام المبادرة من الأسفل هن حاليا برسك مخاطرة أعلى إذا حابب تدخل بالسوق فاتك كلها الارتفاع عليك البحث بعملات لم تتحرك بعد الأسيريوم أصدقاء نفس المنطقة اللي كنا عمل راقبها يوم أمس بالبيتكوين نفس المنطقة حاليا الأسيريوم عندها 0.61 لل 0.66 لازم نشوف كسر لها المنطقة هاي وإلا لحنا معرضين لنموزج تصحيح ABC لكسر القاع هذا احتمال وارد في حال الأسيريوم لم يكسرها القمة هاي طالما الإيجابية مستمرة بالبيتكوين الإيجابية رح تكون مستمرة إن شاء الله بالإيسيريوم ورح نتوقع كسرها المنطقة إن شاء الله أهدافي بالبيتكوين أصدقاء رح تكون على حسب التعامل مع القمة السابقة ما رح استغرب أنا إذا البيتكوين سحب السيولي مناطق 50 ألف ونزل بعدها لمناطق تحت 49 ألف وبدأ تصحيح وممكن ندخل بمنطقة عرضية تستمر شهر وشهرين بما أنه الهالفينج اقترب أيضا في عنا أحداث جدا مهم من الأسبوع القادم رح راقب أنا كيف رح يتعامل لكن مبدئيا عندي أهداف أعلى 49 ألف أتمنى البيتكوين يواصل الصعود لهالمنطقة هاي ورح شوف كيف رح يتعامل مع هالمنطقة إذن لا سلبي أصدقاء على البيتكوين إلا بيكسر ملاطق 46 ألف بيكسر قوي والاستقرار أسفلهم ممكن نحكي عن بدء سلبي البيتكوين لحد الآن البيتكوين تبدو قوية على جميع الفريمات إدارة رأس المال جدا مهم صديقي هذا مو يعني أنك تدخل بشكل عشوائي لازم تعرف الأماكن رح تدخلها وأيضا لازم تحدد أهدافك هيك وصلني هاتي الفيديو أتمنى أن يعجبكم خلينا نتقل إلى الفيديو الماضي حتى نعلن أسماء الرابحين مسابقاتنا اليومية هذا هو الفيديو أصدقائي اللي عملنا اليوم أمس رح ناخد رابط الفيديو نتوجه لموقعنا اللي بناخد منه التعليقات بشكل عشوائي شكرا جدا لدعمكم لفيديوهاتنا وأتمنى تكونوا عم تستفادوا من فيديوهاتنا ومن توقعاتنا خلينا نشوف كم تعليق عنا عنا 79 تعليق رح ننزل لتحت نقول بسم الله وناخد معنا اسم الرابح بالفيديو السابق هذا هو اسم الرابح أتمنى يتواصل معي حتى يستلم جائسته إلى اللقاء